المهم بالنسبة لينا على أرضية الميدان هو الحكيم على خاطر في المباراة اللي فاتت لحاكم لعب دور كبير في نتيجة متاعنا مع سينيغال نظن أنه كان فيما ضربة جيزة واضحة وصريحة بالنسبة لينا واللاعب تم صحبه ودفعه والحاكم قرر أنه ما فهم حتى شيء كذلك كان فيما فرصة واضحة والحاكم أوقف اللعب وقال فيما تسلل بدلا من أنه يعطينا الأفضلية بكل وضوح فما بعض المنتخبات كيفنا نحن ربما من درجة ثانية أو من فئة ثانية ونحن نرى اليوم مثلا أنه المدرب منتاع غامبيا لتشكه من البنية التحتية والفنادق أحنا زادة كذلك تفاجئنا من الفنادق شنو تنجموا تتخيلوا بالله بالنسبة الملاعبية كما ساديو ماني أو هاريكين يكون حويجهم لازم يخسلوهم هما وبعضيك ينشروهم هما على الجر هذا ما يصيرش أما الملاوي يعمل هذا خاطره من درجة ثانية تتخيلوا أنه ما فهماش ماكلة بما يكفي وأنا نتشكه من هذا أي هذا صار لنا فضلوا فما السؤال عنا بعض المشاكل حويجنا أبسط حاجة حويجنا ما تخسلوش هذه حاجة محزنة ومخجلة فعلا أنه نحن نقصد حويجنا بأنفسنا وننشرهم بأنفسنا كقرى أفريقية لازم نسكن تتعامل بنفس الطريقة سينيغال نيجيريا وكل المتاخبات الأخرى لازم تتعامل بنفس الطريقة هذه منافسة ولازم تكون عادلة وشريفة هذه مايش حاجة نشتعطي أفضلية المنتخب على المنتخب لازم تكون المعاملة هي بيدها للناس كل أحنا حاضرين وكل اللي نحب نعملوه هو أن نجعلوا بلادنا فخورة بنا أحنا هنا بش نتنفسوا وأحنا ما نش هنا بش نقلقوا أي حد فم برشة منتخبات كبيرة ومحترمة ونحن نحب نصعوا الفارق ودوة ترجمة نانسي قنقر